أيها الإخوة الكرام اخترت موضوعا لهذه الخطبة هو الصبر لأنه ما من مرحلة مرت بها الأمة الإسلامية هي في أشد الحاجة إلى الصبر من هذه المرحلة وقد لا يصدق المسلم أن خلاص الأمة في كلمتين في آية واحدة من كتاب الله لأنه كلام القوي كلام العزيز كلام من بيده الأمر كلام من إذا قال لشيء كن فيكون كلام من إليه يرجع الأمر كله كلام من بيده مقاليد السماوات والأرض قال وَإِنْ تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءًا لكن ما كيدهم؟ ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قرب الله لنا حقيقة مكرهم بأن مكرهم يمكن أن يزيل الجبال ومع ذلك وَإِنْ تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءًا أيها الإخوة الصبر من أمهات الأخلاق في القرآن الكريم ورد في أكثر من تسعين موضعا وما من خلق طلب من المؤمن أن يتحلى به وقد وصلت آياته الدالة عليه إلى هذا العدد في أكثر من تسعين موضعا في كتاب الله ورد الصبر بل إن هناك من يقول إن الصبر مفتاح الكون لأن الله شاءت حكمته أن ينمو الجنين في تسعة أشهر وأن ينمو النبات في وقت طويل وكل شيء عنده بمقدار وما هذه الأزمنة طالت أو قصرت التي اختارها الله لتحقيق أفعاله إلا درس بليغ لنا نتعلم منه الصبر أيها الإخوة الكرام الصبر نحتاج إليه في الدنيا وفي الآخرة إن أردت أن تتفوق في حياتك العملية لا بد من أن تدرس ثلاثين عاما إن أردت أن تطيع الله وأن تبلغ عنده المرتبة العلية لا بد من أن تضبط شهواتك إن أردت أن تدع المعاصي والآثام لا بد من عزيمة قوية تقاوم إغراء المعصية فالصبر مفتاح الفرج الصبر سنة من سنن الله في خلقه أيها الإخوة هل هناك شجاعة من دون الصبر هل هناك إعمار بلد من دون الصبر هل هناك تفوق أمة من دون الصبر هل هناك بر والدين من دون الصبر هل هناك تنمية اقتصادية من دون صبر هل تستطيع قراءة كتاب طويل من دون صبر هل تستطيع أن تصل إلى شهادة عليا من دون صبر أيها الإخوة الكرام ما الذي جعل الزان يزني قلة صبره عن المرأة لم يصبر حتى يتزوج ما الذي جعل مدمن الخمر يدمن الخمر قلة صبره في وقت الفراغ أو قلة تحمله لمصائب الدنيا فصار مدمن مخدرات أيها الإخوة الكرام أكاد أقول إن الصبر ينبغي أن يكون محور السلوك البشري النفس مطية الإنسان تسير به إما إلى الجنة وإما إلى النك لجامها الصبر أيها الإخوة فلسفة الصبر لماذا صنعت السيارة من أجل أن تسير لماذا وضع فيها المكبح والمكبح يتناقض مع أصل صنعها المكبح يوقفها فالمصيبة في الحياة كالمكبح في السيارة خلق ليسعد في الدنيا والآخرة ولكن المصيبة فيما يبدو تتنقض مع السعادة ولكن المصيبة من أجل أن تسلمه من هلاك الدنيا والآخرة كما أن المكبح في المركبة من أجل أن يسلمها من الهلاك أيها الإخوة الكرام من معاني الصبر الحبس أو المنع فإذا قلت أنا صابر أي أنا حابس النفس على طاعة الله وإذا قلت أنا صابر أنا حابس النفس عن معصية الله فالحبس على الطاعة وعن المعصية هو ما تدل عليه كلمة الصبر في اللغة أيها الإخوة الكرام باذي أذي بدء أتحب أن تكون في معية الله وهل هناك من معية تفوق معية الله هل هناك من معية في الأرض من آدم إلى يوم القيامة تفوق أن تكون مع الله يقول الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين هذه معية خاصة أيها الإخوة إذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم هذه معية عامة معية العلم مع أي إنسان مع الكافر مع المجرم لكن إذا قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين هذه معية الهداية والتوفيق والتأييد والنصر ما من معية أعلى من معية الله وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وإذا كان الله معك فمن عليك من يستطيع أن يصل إليك وإذا كان الله عليك فمن معك أقرب الناس إليك يتطاول عليك إذا كان الله معك عدوك اللدود يسخر لخدمتك وإذا كان الله عليك أقرب المقربين إليك أقرب المقربين إليك يخونك ويقدم مكانك إلى أعدائك أيها الإخوة الكرام أتحب أن تكون في معية الله استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أول لفتة من لفتات الصبر أنك إذا صبرت أنت في معية الله إذا قرأت الآية الكريمة التي يتحدث الله بها عن بعض أنبيائه إنا وجدناه صابرا ألا تهتز مشاعرك شيء آخر هل تصدق أن الصبر بشارة يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف الخوف أحيانا علاج فعال من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المختبئين الصابر في معية الله والصابر يتلقى بشارة من الله وإن الله يحب كل قلب حزين والحزانة معرضون للرحمة والحزانة في كنة الله والحزن خلاق البطولة أيها الإخوة الكرام ما من طاعة إلا ولها حساب معلوم ما من طاعة إلا ولها حساب معلوم إنك إن فعلت حسنة لك عشر أمثالها وإن أنصقت جرهما لك سبعمائة ضعف أما إذا صبرت فإنما يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب تصور إنسان أعطاك شك بمئة ألف بخمسمئة ألف بمليون ولكن إنسانا أعطاك شك بلا رقم ووقعه لك وقال اكتب أي رقم تريده هذا معنى إنما يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب يعني اصبر وغض البصر عن محارم الله يحبك الله اصبر وقاوم الانحرافات والمعاصي يحبك الله اصبر ودع التدخين يحبك الله عز وجل اصبر وبر والديك يحبك الله عز وجل فضلا عن أن الصبر يجلب لك معية الله وفضلا عن أن الصبر يجعلك موضع بشارة من الله عز وجل وفضلا عن أن الصبر فيه كل هذه المزايا هو طريق إلى محبة الله طريق إلى محبة الله أيها الإخوة الكرام إن الله يحب الصابرين إن الله يحب الصابرين هل من مرتبة في الكون أعلى من أن يحبك الله عز وجل والله سمعت كلمة من خطيب في حفل ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ والله يا معاذ إني لا أحبك والله الذي لا إله إلا هو ما وجدت في الأرض مرتبة تفوق هذه المرتبة أن يحبك سيد الخلق أن يحبك المعصوم أن يحبك حبيب الله عز وجل إذا كنت موضع محبة الله تزهد في هذا الموضع إن الله يحب الصابرين شيء آخر هل يمكن أن تكون إماما للناس قدوة للناس في موضع يجري الله الخير على يديك هل تريد أن يكون لك حسنات كالجبال هل تريد أن تكون كالأمة في قلب كل إنسان قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا فكأنك إذا صبرت ملت الدرجات العلا عند الله عز وجل أيها الإخوة الكرام نقطة دقيقة جدا قال تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يعني الصبر يحتاج إلى عزيمة إلى إرادة قوية إلى وعي كبير إلى نفس طويل هذا إذا ساق الله البلاء مباشرة كالزلزال مثلا لكن أحيانا يسوق الله البلاء على يد بشر كالاحتلال كالقهر كالتعذيب كهدم البيوت هنا في عنصر بشري والإنسان لضعف توحيده يصب حقده على هذا الذي أجر الله قضاءه على يديه بعيداً عن موضوعي أنك ينبغي أن تقاوم هذا الاحتلال لكن ينبغي أن لا تحقد ينبغي أن تشعر أن الله سمح بهذا أن يصل إليك لعلة فيك الكرة في ملعبك مع التوحيد ومع اليقين أن الله عز وجل يقول وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ هذا لا يمنع أن التوحيد ينزع من قلبك الحقد ويجعلك تفكر فيما فعلت مع ربك حتى سمح لهذا الظالم أن يصل إليك هذا هو قمة التوحيد لذلك الآية الأولى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لكن الآية الثانية وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ صبر على قضاء الله وقدره الذي أجراه على يد إنسان وغفر لهذا الإنسان لم يحقد عليه لأنه رآه مسيرا وعالج أمره مع ربه وتاب إلى ربه وأصلح قطاءه ثم قاوم هذا الظلم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون يقاوم البغي والظلم من دون أن يشعر بحقد شديد لأنهم وحد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد الآية الأولى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الآية الثانية وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمور في لام توكيد يعربها النحاة لاما مزحلقة لذلك حينما يأتي القضاء والقدر على يد مخلوق أنت بحاجة إلى صبر أشد أيها الإخوة الكرام والله عز وجل لحكمة بالغة بالغة جعل أنبياءه العظام الذين هم قمم البشر جعلهم يبتلون خرج إلى الطائف ومشى على قدميه ثمانين كيلومتاً تقريباً واستقبله أهلها بالاستهزاء والتكذيب وإيقاع الأذى به فلما جاء ملك الجبال وقال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين قال لا يا أخي اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون لم يتبرأ منهم ولم يسمح بإهلاكهم واعتذر عنهم ورجى الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد أيها الإخوة يقول الله عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين ألا ترى بعينيك عاقبة الظلم أحياناً ما كل ظالم ينتهي مصيره إلى ما ترون لكن ألا ترى عاقبة الظلم أين الذي كان فيه قبل أن يصل إلى هذه النتيجة هذه حقيقة بين أيدينا يقول الله لك واصبر إن العاقبة للمتقين البثولة من يضحك آخراً لا من يضحك أولاً قد تضحك أولاً كثيراً لكن تبكي كثيراً لو ضحكت قليلاً ثم ضحكت كثيراً لكان أولاً أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله ربنا أفرغ علينا صبراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أيها الإخوة الكرام حينما سأل الصحابة ربهم النصر اشترط عليهم الصبر واحد بواحد فقال لهم إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وكأن الصبر مفتاح النصر أيها الإخوة الكرام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصبر ضياء قد يسأل سائل لما لم يقل إن الصبر قوة لما لم يقل إن الصبر برهان لما لم يقل إن الصبر عزيمة قال الصبر ضياء لأن المصائب إذا تكاثرت كما قال الشاعر بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي فكنت إذا أصابتني سهام تكثرت النصال على النصال إذا تكاثرت المصائب على الإنسان كان في ظلمة كان في ظلمة حادكة لا يرى بعيني ولا يدري ماذا يفعل فيأتي الصبر وكأنه ضياء يبدد هذه الظلمة لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء ويقول عليه الصلاة والسلام ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه الإمام البخاري ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر كأن الصبر صمام الأمان يلغي كل انفجار وهناك مصائب لا تعد ولا تحفى أساسها قلة الصبر الإنسان قد يقتل إذا لم يصبر إذا لم يصبر قد يرتكب جريمه قد يسرق فيكون مصيره السجن كأن هذا الانفجار الذي يأتي من ضغوطات الحياة صمام الأمان لألا يكون الانفجار هو الصبر الصبر صمام الأمان والذي يدعو للعجب أن المؤمن في كلا الحالين هو سعيد لذلك النبي تعجب قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له رواه مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وفي بعض الأحاديث هو في الرخاء شكور وفي البلاء صبور هل تصدقون وهذا في علمكم قطعا أنه من أسماء الله الصبور لذلك خالق الكون صبور يتمنى واحد منا ألا يكون له عدو ورد في مناجاة سيدنا موسى أن يا رب لا تبقي بي عدوا فقال يا موسى هذه ليست لي الله عز وجل صبور يؤكد هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لا أحد أصبر على أذى يستمعه من الله عز وجل إنه يشرق به ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم يعني في يوم من أيام السنة يمكن تسعون بالمئة من البشر يعصون الله عز وجل ويرتكبون الموبقات والله يصبر عليه لذلك ورد في الآثار القدسية إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها ولد في بعض الآثار أنه ما من يوم إلا ويستأذن البحر ربه يا رب إئذن لي أن أغرق ابن آدم لكثرة ما يجري في المعاصي على هذه السفن السياحية يا رب إئذن لي أن أغرق ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك وتقول الجبال يا رب إئذن لي أن أطبق على ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك وتقول الأرض يا رب إئذن لي أن أبتلع ابن آدم فإنه أكل رزقك وعبد غيرك يقول الله عز وجل دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم أيها الإخوة الكرام الله صبور ألا تتخلقوا بخلق الصبر أيها الإخوة الصبر نصف الإيمان نصف الإيمان لأنك في إحدى حالتين إما في رخاء عليك أن تشكر وإما في شد عليك أن تصبح فالصبر نصف الإيمان والله عز وجل يقول إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور إن صبرت وشكرت استكملت الإيمان الآن ينبغي أن تصبر صبرا جميلا قال تعالى تصبر صبرا جميلا يعني صبر بلا ضجر صبر بلا قلق صبر بلا ضيق صبر بلا اعتراض صبر مع ضبط اللسان صبر مع ضبط القلب ليس كما نرى يا ربي أين أنت؟ لما تفعل بنا هذا؟ واصبر صبرا جميلا لذلك قالوا من اتفق لسانه مع قلبه فهو الصادر ساكت وقلبه راضي قلبه راضي ولسانه ساكت ما دام اتفق القلب مع اللسان فأنت صادر الآن هناك من تأتيه المصيبة فيقعد ولا يتحرك لكن الصبر الجميل له معنى آخر أن تكون إيجابيا أن تتحرك أن تعيد الكرة أن تسعى أن تبقى على بشاشتك أن تبقى على ثقتك بالله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان قدوة لنا مر بمصائب لا يحتملها بشر مصيبة الطائف مصيبة الهجرة الحروب المعارك التي خاضها كان قمة في الصبر لذلك كلمة يرددها كل الناس الصبر مفتاح الفرج لكن أيها الإخوة أنواع الصبر الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على الابتلاءات أبرز أنواع الصبر أن تصبر على طاعة أو أن تصبر عن معصية أو أن تصبر على ابتلاء يعني مثلا الإنسان إذا جاءه مرض عليه أن يصبر لكن سواء عليه أصبر أو لم يصبر جاءه المرض وكأن صبره اضطراري لكن أجر الذي يصبر على الطاعات أعلى بكثير صبره اختياري لما دعت زوجة العزيز سيدنا يوسف إلى الفاحشة كان بإمكانه أن يستجيب دون أن يدخل السجن دخل السجن باختياره لأنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه هناك مصيبة تختارها أنت بطاعتك لله وهناك مصيبة تفرض عليك فالصبر على مصيبة تفرض عليك أجره لا كأجر الذي يصبر على مصيبة اختارها هو لأنه أطاع الله عز وجل هذا صبر دون صبر أحيانا إنسان ميسور جدا يذهب إلى بلاد بعيدة بحكم غناه بإمكانه أن يفعل كل المعاصي والآسى ولا أحد يضبطه لكن الغني المؤمن حينما يذهب إلى بلاد بعيدة ومعه كتلة من المال كبيرة ويبقى في حدود الأدب والشرع وطاعة الله هذا صبر بأعلى مستوى قد يظن الناس أن الفقير يحتاج إلى الصبر والله الذي لا إله إلا هو الغني والقوي يحتاج إلى مئة ضعف من صبر الفقير والضعيف الدنيا بين يديه والمعاصي بين يديه ولا أحد يعترض عليه إذا كان قويا أما أن تلتزم أنت بالشرع وبالحق وأنت قوي وغني فهذا يحتاج إلى أعلى درجة من الصبر لذلك الصبر على الموت من أعلى أنواع الصبر قال عليه الصلاة والسلام ما من كن من امرأة تقدم بين يديها من ولد ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين يا رسول الله قال واثنتين الصبر على موت الحبيب هذا من أعلى مستويات الصبر أيها الإخوة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أقضطم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول الله عز وجل قضطم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد والله حدثني أخ طبيب يحضر معنا كان طبيبا في مستشفى وجاء مريض مصاب بورم خبيث في أمعائه وألام هذا المرض في الأمعاء لا تحتمل يقسم بالله أنه ما دخل عليه إنسان إلا قال يا رب لك الحمد أنا صابر ولك الحمد أيها الأخ اشهد عليه يعني جعلت المستشفى حركة إيمانية عجيبة يئن من ألم لا يحتمل وما دخل عليه أحد إلا قال يا رب لك الحمد اشهد أنني صابر إذا قرع الجرف يتهافت موظفو المستشفى لتلبية طلبه وبعد أيام ثلاثة توفاه الله عز وجل وقدم نموذجا رائعا بصبر المؤمن ولحكمة أرادها الله عز وجل جاء بعد يومين مريض في المرض نفسه ورم خبيث في الأمعاء يعني تكلم كلام بحق الله عز وجل وبحق أنبيائه كلام قبيح كفر صراح جو مخيف تخلى الموظفون عن المجيء إلى غرفته ثم توفاه الله عز وجل مرض واحد آلام واحدة انظر إليها في المؤمن انظر إليها في غير المؤمن والله أخ أعرفه وهو صديق ابتلي بمرض خبيث أيضا في أمعائه تقول زوجته لأبيها سنتان لم تستمع منه إلى كلمة ضجر يا رب لك الحمد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه عليه الصلاة والسلام في بعض المعارك وكان جرحها غائرا فخاطبها قال لها هل أنت إلا إصبع ذنيتي وفي سبيل الله ما لقيت الصبر علامة الإيمان الصبر علامة معرفة الواحد الديان رجل أخذ حظه من الغنائم وقال هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله قالها أمام أحد الصحابة قال والله لا أخبرن رسول الله فأتيته وأخبرته بما قال فتغير وجه النبي حتى قلق الصحابي قال ويحك من يعدل إن لم أعدل ثم قال يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا تصبر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلنا بعضكم أيام إنسان بيستفزك هذا امتحان إلك يستفزك أحد الأعراب سحب رداء النبي بغنظة وقد علم على عنقه الشريف فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل شيئا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم هذا الخلاصة ما يصيب المسلم من نصب أي تعب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطايا لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها ثقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الدر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه وفي حديث آخر لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من قطيئة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين شكرا